اشتركوا في القناة انه جاب بناتك اطلاقا فرح بيك يعني فرح بي اللي هي فرحة اول مولود قبل ما يعرف انك انت بنت لكن يعني حتى بعد ما عارف برضو بس اللي هو ايه لا ياريت كان ولد يعني يتمنى انه كان ولد اه طبعا جدا جدا قال المرة الجاية هجيب ولد اه فجاب فجات قميمة اه كويس فمنفعش ما بيصير لازم ييجي الولد اه فانا وبيني وبين اخوتي سنة واحدة يعني اللي هو على طول علشان الولد نضمن انه هيجي بسرعة بقى فجي ادم بقى الحمد لله ابونا ادم وارتحنا فسيئا بقى ولا كان المعاملة ازاي بقى طبعا هو انبسط بقى ان ادم جيب انه الولد جيب بس لأ كان فيه يعني انا عمالي عقدة انه انه مفيش حاجة اسمها البنت زي الولد لأ يعني لازم الولد ليه حقوق اكتر رغم انه في حاجات يعني اغلب الحاجات ما كانش بيفرق في المعاملة بيننا الحقيقة نحن المادية لا في كل الحاجات الحقيقة لكن احساسي دايما انه من خلال حديثه مع ماما مع ضيوف مع مش عارف ايه سرمته كذا كذا انه الولد ليه حق كل حاجة ممكن يبقى ما يكبر يخرج ويجي زي ما هو عايز يتأخر مش عارف ايه انا كنت بتجنن من الحكاية دي يعني ليه يعني يعني انا بني ادمة ليه مشار وليه عقل وليه دماغ واقدر اخد قرار واقدر اتحمل اي مسئولية شيء لهالي واقدر اخرج واجي واحمي نفسي ومحدش يتحك علي فدي عمايتلي عقد عاشت معي لحد الجامعة يمكن وكان مصر انه يتصرف هذه التصرفات معك انت واختي يعني يعني هو لا لا يعني ما كانش فيه تفريقة كمعاملة بيننا احنا الثلاثة يعني مثلا بنتفسح احنا الثلاثة اوكي مع بعض بس معاهم بنتضرب احنا الثلاثة بنتضرب احنا الثلاثة لو جيبنا نماروحش مثلا بس اللي هو ايه مثلا ما نتأخرش عن الساعة تسعة ما نتأخرش عن الساعة تسعة برضو لكن انا حاسة ما بين فيه تفريقة برضو اه انه فيه حاجة يعني ممكن اخوك ادم يقوله اه 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 ممكن اسمح له انه ينزل ينزل لوحده لا يعني ممكن مثلا احيانا انا حس انه اه اه ممكن يبقى عاوز كلام ادم يمشي علي مسلا اه لا فانا بقى تجنني يعني انا كبيرة ايه في ايه انا كبيرة اشتركوا في القناة